أنا موجود هنا كمواطم مصري بدافع بالثورة المصرية من ضد المجلس العسكري الذي يريد إجهاض الثورة أظن أن نوايا المجلس العسكري أصبحت واضحة لا يمكن لأحد أن ينكر أن المجلس العسكري يقود الثورة المضادة في مصر من أجل إجهاض الثورة كل من ينكر هذه الحقيقة أو يتجاهلها هو متواطن مع المجلس العسكري اللحظة هي لحظة فرز بين طلاب الثورة وطلاب الحكم وطلاب الثورة إن شاء الله هم الذين سينتصرون